السلام عليكم و مرحبا و الف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد اليوم ان شاء الله اجبت لكم احد الحل سهل و سريع للقوتي فقد نقدم لكم ميني كاك بشكل مغاير كيجوا راقيين لدادين في المعداق ان شاء الله قد نحضرهم معكم بياغورت بدوق الفانيليات كيجوا ورطبين قطنيين من دك الشرفاء غير جربوهم سهلين هكذا في القوتي توجدوهم بسرعة البرقة على همشي ضروري تخدموه بالياغورت ممكن لا توفر عندكم الحليب تخدموهم بياغورت ممكن تحضرهم حتى بالحليب فما تنسو كترولية من عدد اللايكات نخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة وهذا الشي كامل وغير ببيضة واحدة فبسم الله على بركتي الله فعندي واحد الحبة من البيض اللي من الاحسن تكون عندنا بدرجة حرارة المطبخة كان ضفحت القبيصة صغيرة من الملح لتصحيح الضوقة وملعقة كبيرة من السكر الخشن اي سكر حبيباته ما يعادل ربعين جرام وخنيشة من سكر ملسم بدوق الفانيليا ما يعادل سبعة ونصف جرام فهنا كنحاول بالفوي نطرب هدوك المكونات مزيان مع بعضياتهم هنا انا كنت عندي السنيدة غليظة واحد الملاحظة ديما بغتو تشيرو السنيدة اما كتشيرو ديال الباكية وإلا كنتو غعد تتخذو ديال العبار فديما كتتجربوها فليد ديالكم باش ما يكونوا حبيبات ديال العبار ما كيكونوا شزوين في الوصفات تكون رقيقة هدوك اللي يتخذو فهنا بقيت كنطرب كنطرب حتى ديبلي داك سكر عدا باش ضفت روبا كأس بقياس كأس العنبام من الزيت النباتية ما يعادل خمسين ميلي لتر وضفت واحد الحك ديال الياغورت بضوق الفانيليا عرفتي ولكن عندكم ضوق الفانيليا يكون مخير كي يجدك الضوق ديال الفانيليا مركز لنا في هدو الميني كاك ما كانش عندكم قاع ياغورت بضوق الفانيليا فممكن تخدموه بأي ناكام توفر عندكم سواء الموزة او لا ممكن تعوضوه بكأس من الحليب صفين بعد ما خلطت الموكينات كلهم مزيان مع بعضياتهم ضفت واحد الكاس من الدقيق الابيض المخصص للحلويات اي دقيق الفورس ما يعادل تقريبا 130 جرام واحد الخنيشة من خميلة الحلويات ما يعادلت 100 جرام صفين يخلط لكل جيدا وهذا هو القوام اللي كانت تحصل عليه ديال الكيك ديالي كي يجي على هاد الشكل هنا عندي هاد القوالب لتختولات او لدي الكيش المهمرة متعددة الاستعمال تراكم عارفين هما كيش اللي ما عندوش في الدار وعندي هادك الكيسات ديال الكاغب هادوك اللي كندروا فيهم المافان او الكاب كيكز فابغيتوا تخدموه في القلب الكاب كيكز داك المعديني فكتخدموه بي انا فضلت نخدموه في هاد القوالب بشكدة نغيروه من داك الشكل ديال المادلين ديمن ديمن نحضروا يعني مادلين او الكيكات صغير كرونيين في هاد القوالب نستغلو هاد القوالب اللي عندنا احتهما ما كانيش كيف ما قلت لكم راكتخدمو ذاك القالب المعديني ديال الكاب كيكز توكتخدموه بي تتعملو في دوك الكيسات وكتعبوه بالخليط ديالنا على هاد الشكل ناخدو قرابة ملعقة كبيرتان المهم كتنتبهو الكمياء ديال الخليط ديال الكيك ملي كتوضعوه في هاد القوالب كتوضعو القيس وكتخلوه تقريبا اربع ديالهم في هاد القدر اللي غادي تنفخونينا اثناء اقطهو ميم انتو مراكم عينكم ميزانكم ميمان ايرا استكفوني جونيهو ما هادوك يالله طلع الكيك وجاء القياس ديالو مضبوط انتو مراكتشوفو عينكم ميزانكم ملعقة ما تفوتوهو مش فتعبئات هادوك الكيسات ديالك الكوارتات هنين بعد ما عبقتهم كناخد المربع ديال المشماشي كيكول عدنا خفيف ذاك اللي كنستعملو في الحلويات كنعملو فلابوش على هاد الشكل وكنقطوه شوية بالمقصة وكنبدا كنشكلها هاد الشكل الحلزوني راشتو معي في اللول تبارك الله ما شاء الله كيف جاء الشكل ديالهم فجاءوا راقين في شكل ديالهم بواحد اللمسة بسيطة هنا يسافيك نوضعون في اللاطا الفران راني شعلتو كي يسخن دائما كنسخنو عشر دقيق مسبقا قبل ما كننطرح فيه اي حاج فكيفما لاحظتم معي راه تبارك الله خليتو سخنها حمستاشر دقيقة مشعول الى درجة متوسطة الدرجة كتطيبوا عليها الكيك ديالكم من الجيها السوفلية فقط كندخل اللاطا وكنصبر عليه حتى كتنفخ نادك الكوية كتديرنا كيتنفخه وكيستويه ومن بعد كاشعلونهم شوية من الفق حتى كي ياخذون ذاك اللون الذهابي وضعتهم في هذه القرية ومن بعد منها حسيت بيون بردو شوية يعني باش يلا نقدر نقيسهم على حساب السخونية كنزولهم بكل بساطة من القوالب هذا هو الدور ديالكم الكواغطات صراحة نزوينا هاد الفكرة ديالكم الكواغطات تقدروا الشي منو محل الكارتوني لشي يكونوا فات بارك الله ميات 100 كارت تقدروا هكذا اللي كنتقدروا منو صراحة يدولنش حالة وهكذا كنتستغلو بحل بفاد الوصفات ما كنتتوسخش نرم معنات ديالنا وكتزولوا هذا كاسبتوا ذلك القوالب كنغسطوهم بكل بساطة قاما كنغسطوهم لكيك لاوانو صبرت له الكيك واحد شوية حتى برد ثم غبرتو بشوية من سكر غلاسي باش يجينا ذاك المنظر الحلزوني مزيان وهناك تصبح الوصفة ديالي واجدة كنقدموه بسحورة كنغسطو الأولاد مع واحد لكيزيالاتي او لكيزيال القوالب فما كانوا محسن من هاد الكويكاته ولا مينيكيك شي حاجه ديال الضرخ ديالي يدينو وصدقوني يا ابنت والله العظيم لكي يجيو تحفكي يجيو لديون وكي يجيو مجيو نكهة ديال فاني مركزة المهم اهم المراحضات اللي يمكنني اعطيكم في هذا الوصف هو ان انا يا را خرجت الاستاد البياس كيفما كتلاحظوا قدامكم مثلا انا بغيتوا تضعفوا الكمية على حسب عدد الافراد العائلة ديالكم فكتضعفوا جميع المكونات الا الياغورت فكتخدموا باحد الكس ديال الياغورت او لا كس ديال الحليب كيفما كان متوفر عندكم سوى الحليب سوى الياغورت كتخدموا باحد الكس وباقي المكونات فكتضعفوا بشكدة كتتحصلوا على 12 لحبة انتمنا ان شاء الله نكون في تكون فاضل وصف وإلى عجبتكم ما تنسوش خليوا ليع لايك وايضا تشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب بشكدة تعمل فائدة اكتر كنقول لكم السلام عليكم وفي امان الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة